طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكس ما يفهمها العديد من الشباب رسول الله ما قال لهمش يا ناس راهوا فيه الاختيارات بين ما هو موجود في هذه الحياة وبين ما هو الأولى والأصلح لكل شيء ودائما نذكر بها لماذا قرن أنه أو ما يجي في النفس أن صاحبة الدين معناها حاجة هكي متغلفة متسربلة بالسواد وقبيحة وشينة لا والله ممكن قد يجتمع فيها كما هي بنت سعيد بن المسيب أو غيرها من هالنماذج الطيبة تريبت صاحبة الدين لأن هناك فرق كما أسلفنا من يريد تأسيس بيت للزوجية من يريد إنجاب الدرية الصالحة وهناك فرق من يبحث عن شريك تجاري اللي يبحث عليها وهي تشتغل أو اللي يبحث عليها بمواصفات الجمال الغير عقلاني الغير موضوعي الله عز وجل بيّن لنا إن الإنسان حتى إذا بلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أشكر لعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي واصلح لي في دريتي إذن هنا في عمر الأربعين الإنسان من المفترض أو من الطبيعي ومن الفطري إنه يكون قد تزوج وأنجب من الدرية نحن الآن في بلاد أصبح الشاب في الأربعين بالكاد إنه يمتلك مقومات الزواج ويقول باسم الله يفتح البيت أصبح عندنا ظواهر قد تراكمت عن تأخر هذا العمر في الزواج أصبحنا نرى الأب الذي يوصل أبناءه لمدرسة الإبتدائي أو الإعدادي في عمر الجلد مفترض العهد قريب كان هو عمر الجلد وليس عمر الأب وضحت أجل